إذن سيبدأ اليوم المنتخب المغربي أولى مقابلته في الكوديفور طبعا منتخب بصورة طبعا راسقة أنه رابع العلام أنه الأول في إفريقيا في الترتيب الإفريقي بقيمة تسويقية ثاني منتخب إفريقي طبعا في القيمة تسويقية للاعبين منتخب المستهدف من جميع الفرق أنها تنتصر عليه ولكنه سيخد غمار هذه المقابلة كمرشح أولا فعليا واقعيا لأنه انتصر على المنتخب التنظاني في كل فاربعا دية اللقاءات ونزم أمامه في لقاء واحد فقط أمام منتخب فقط أنه شارك في 1980 و2019 من بعد أربعة ديال العقود يغيب كثيرا عن ليس منتخبا تقليديا في المشاركة ديالو في إفريقيا ولكن هذا لا يعني كل هذه المعطيات الكمية والإحصائية لا تعني شيئا لأن المنتخب المغربي الجميل أنه سيدخل هذه المقابلة وهو آخر للمنتخبات الشمال الإفريقية اللي استفدت من الضروس السابقة حيث أن هذا كان المفاجأة بامتياز الفرق اللي كتتبر متواضعة ومن القبعة الثالثة والرابعة انتصارات أو تعادلات مع منتخبات تقليدية بكل سهولة المنتخب المغربي مدجج بكل نجوم طبعا عناصر ديالتجريبة هناك ملاعبة أربعة ديالكؤوس إفريقية أربعة البطولات ثلاثة ديالبطولات بطولتين إلى غيره وزائد نجوم آخرين اللي هما الفائزين بكأس إفريقيا المنتخب أقل من 23 سنة هذا 11 لاعب اللي يؤتيت الآن دكات الاحتياط يمكن أن يعطي إضافات سواء على المستوى أولا ديال الحافزية على مستوى تنويع اللاعب خطط ديال اللاعب الاختيارة ديال المدرب يمكن أن يعطي إيقاعا جديدا إيقاعا سريعا للمنتخب وتكون هناك كثير من البدائل المنتخب المغربي ومنتخب مرشح للفوز بالكأس ولكن لي جميل جدا أنه سيحوى هذا المنحة التصاعدي سيلعب أولا مع منتخب فاتي ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكونغو الديمقراطية وزامبيا المنتخبات التي تشبه هنا والتي سبقا تفازت بكأس إفريقيا مرتين المنتخب المغربي عنده حضود كبيرة ولكن كما قال المدرب يعتمد أولا على الجدية على التركيز وعلى التركيز إلى طيلة المقابلة يعرف يدبر الجهد والمخزول البدني وخاصة أنه يلعب في أجواء استثنائية في رطوبة في حرارة مرتفعة في توقيت زمني صعب وبالتالي هناك يقينية عند المدرب تشكيلة للعبة المونديل تشكيلة المونديلية تابتة نهج راسخ فكر واضح خطاب تواصلي محفز نفسيا اللاعبين اللي كيهدف إلى نسيان الماضي ديال المونديل وأسطورة المونديل ملحمة المونديل للدخول في غمار تحقيق واحد الحلم لرود المغاربة وغاب على المغاربة أربعة أكثر من أربعة ديال العقود وبالتالي فكأس إفريقية تانية ستكون بمثابة إهداء لشعبين ولخطاء استراتيجية طبعا ليرسخ المغرب قوة صاعدة ناعمة في الرياضة على الأقل في هذا البعد اللي ممكن يفتح أفق أخرى في تنظيم تدهورات الأخرى سواء إفريقيا إفريقيا ألفين وخمسة وعشرين أو التأسيس لأفق المونديل للألفين وثلاثين المنتخب المغربي واعي وأنه لن يدخل في استثناءة المفاجأة لحدثت الدورة الأولى هناك قاعدة راسخة منتخب قوي يشتغل عنده أفق استراتيجي عنده بناء هادي إلى غيره عنده مدرب ليه هو نجم المنتخب وليس نجوم المنتخب نجوم كلهم داخلين في واحد الفلك ديال اللاعب الجامعي وبالتالي أنا أعتقد أننا سنتجاوز تنزانيا بسهولة ولكن ستكون لدينا بعض الصعوبات في المقابلتين القادمة ترجمة نانسي قنقر وليسهولة شكرا